بكل تأكيد منذ أحداث السابع من أكتوبر ولعلكم لو رجعتم إلى البيانات الأولى التي صدرت باسم السيد رئيس مجلس الوزراء خطابه في القمة الطارئة في القاهرة وتأكيده وقراءته المسبقة للأحداث بأن هذه الحرب سوف لن تتوقف عند حد معين ويعني كلما طال أمدها ستنتشر وبالتأكيد يعني من غزة ذهبنا باتجاه البحر الأحمر ثم عدنا إلى الأحداث الضربات في العراق والضربات في سوريا إلى أن وصلنا إلى الأحداث الأخيرة المؤلمة جدا في لبنان بالتالي الدولة العراقية وضعت في اعتباراتها هذا السيار هذا المساق بأن المنحة تصاعدي بالتحديد مع التصلب الذي تقوم به دولة الكيان الغاصب وبالتالي تم التعامل مع الأزمة بروح حكومية واضحة أعني بالروح الحكومية أن الدولة العراقية هي التي تتعامل سواء كان مع الدولة اللبنانية أو حتى مع غزة باعتبار أن التواصل لم ينقطع أيضا بين الحكومة العراقية وحتى بين الرئاسة الفلسطينية المواقف العراقية كما تعلم ليست بجديدة ليست الأمس ولا اليوم ولا قبل سنوات عديدة لكن خلال المرحلة الأخيرة لو تذكرنا تقريبا منذ الزلزال الذي ضرب تركيا وأيضا ضرب سوريا مرورا أيضا بأحداث غزة مرورا بأحداث لبنان بكتأكيد الدولة العراقية المعبرة عن الشعب العراقي الكريم يعني تقوم بما يجب تقوم بما يلزم العراق دولة مهمة دولة محورية لا تستطيع أن تتخلف عن أداء واجبها بأقل التقادير الواجب الإنساني بتقديم المساعدات الإغاثية تقديم المساعدات الإنسانية وتقديم ما تستطيع من أموال وطاقة في لبنان قدمنا الوقود خلال فترات معينة قدمنا سابقا شحنات كثيرة من الإغاثة والأدوية وكل الاحتياجات الإنسانية الكثيرة وأيضا الآن الدولة العراقية منخرطة تماما وهناك لجان شكلت وهناك أطراف يعني وضعت خطط للوضع الراهن والوضع المستقبلي وكيف تستطيع الحكومة العراقية في أن تتعامل مع الأحداث اللبنانية الحالية باختصار السيد رئيس الوزراء التقى بالرئيس ميقاتي يعني لم يكن اللقاء موضوعا على جدوى الأعمال زيارة الرئيس الوزراء إلى نيويورك طلب السيد رئيس الوزراء التقى بفحم سمع من عنده استمع على احتياجاته أمس بالأيضا كان هناك اتصال حاتفي وأيضا استضاف السيد رئيس الوزراء باعتبار أن الحديث يتم بين رئيس الوزراء إلى رئيس الوزراء وبالتالي الدول تتعامل من خلال السفارات استضاف السيد رئيس الوزراء اليوم السفير اللبناني وبالتأكيد هذه النقاءات ستستمر أكثر من خلال السفير سيقدم ما يحتاجه الشعب اللبناني والحكومة العراقية مستعدة في أن تقدم كل ما تستطيع من أجل خدمة الشعب اللبناني طيب سيد باسم مع تعدد أشكال الدعم العراقي للأشقاء اللبنانيين على مستوى الإغاثة والمساعدات الإنسانية وأيضا تسهيلات سمات الدخول بالنسبة للبنانيين ترى ما الخطوات اللاحقة يبدو أن لبنان أمام محنة عصيبة جدا والكيان الصيوني لا يتوانى عن الاستمرار في قصف العديد من المناطق أنا بكل تأكيد الرؤية القادمة فيها نوع من الضبابية وفيها نوع من السلبية بانتبار أنه ظاهر الحال على أنه رئيس وزراء الكيان لا يريد أن يتوقف عند حد معين وربما الحرب أو المعارك تستمر إلى موعد ما بعد الانتخابات الأمريكية القادمة بصورة أو بأخرى كما أسلفت وكما قلت العراق مستعد من خلال الحكومة العراقية أن يقدم كل ما تحتاجه لبنان من إغاثة أيضا القرارات التي صدرت من قبل السيد رئيس الوزراء من وزارة الداخلية بفتح الحدود العراقية لكل من يريد أن يأتي من الأخوة اللبنانيين استضافت المصابين في المستشفيات العراقية منحت الحكومة العراقية حقوق للمؤسسات للحيئات الحجد الشعبي العتبات المقدسة الهلال الأحمر العراقي وزارة الصحة أي من المؤسسات الكبيرة الرسمية الفاعلة في الدولة العراقية في أن تتعامل بصورة مباشرة علاج إغاثة إنسانية أما في الجانب السياسي فبكل تأكيد العراق سيقوم بدورة أخي الكريم السيد رئيس الوزراء يعني يتواصل يعني مع الأطراف المعنية من خلال الأزمة ولعلك يعني أنا أكيد وليس لعلك باعتبار القناة العراقية قد نقلت كلمة السيد رئيس الوزراء في الجمعية العمومية الأخيرة قبل عدة أيام وكان واضح موقف العراق المؤيد للقضية الفلسطينية وكان كلمة مهمة جدا بكل تأكيد والكلمة هذه ليست تعبير عن مواقف وعن عواطف هي سياسة ينتهجها السيد رئيس الوزراء ويعمل على تطبيقها وبالتالي كل ما ورد فيها من نشاط دبلوماسي نشاط سياسي الدعم الذي يقدم إلى الأخوة اللبنانيين الحكومة اللبنانية المواطنين اللبنانية كل الفصول التي وردت وأضيف إلى ذلك كل ما يستطيع أن يقدمه العراق ربما هناك احتياجات الآن قدمها العراق لكن مع تطور واقع الحرب خلال الأسابيع الماضية ربما تكون هناك احتياجات جديدة ستكون الحكومة العراقية والسيد رئيس الوزراء قادم مستعد آسف مستعد على أن يقدم ما تحتاجه لبنان في هذا الظرف العصيب مع ملاحظة جدا مهمة طبعا يعني أنه لبنان ليست ببعيدة عن العراق والوضع العموم في داخل في لبنان والأحداث في داخل لبنان هي جزء مرتبط بالأمن القومي العراقي تأكيد وبالتالي من مصلحة العراق ومن دور العراق باعتبار إذا كان هناك يسأل ما هي الرابط بين العراق لو ابعدنا المشاعر الوطنية العربية مشاعر العروبة مشاعر كوننا بلدان عربيان كوننا في المشرق العربي الترابط الديني والعقائدي والعروبي بين الشعب اللبناني والشعب العراقي لكن الأهم من ذلك أن لبنان على أقل التقادير خلال السنوات العشرة الأخيرة أصبح جزء من خارطة الأمن القومي العراقي وبالتالي من مصلحة العراق السياسية والأمنية والستراتيجية على أن يضع لبنان ويتعامل مع الملف اللبناني بالصورة الصحيحة التي تحمي الأمن القومي العراقي في مجال الحراكة الدبلماسي العراقي دعا العراق أكثر من مرة إلى عاقد قم عربية وإسلامية هل ما زالت هذه الدعوات مستمرة وهل تلقت الحكومة العراقية الردودة فعل من قبل المجتمع العربي أو الإسلامي بكل تأكيد كان هناك رغبة من العراق عندما كان السيد رئيس الوزراء والوفد المرافق له في نيويورك مباشرة وكلف السيد وزير الخارجية بعد أن تباحث بهذا الموضوع في أن يدعو العراق من خلال وزارة الخارجية إلى قمة عربية وإسلامية على أقل التقادير لرؤساء الوفود العربية والإسلامية المشاركة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة حصل الاجتماع حقيقة لم يكن هناك رفض من أغلب البلدان العربية وبالخصوص الفاعلة منها لكن البعض تذرع بأنه غير مستعدين الوقت في نيويورك غير مناسب لدينا اجتماعات لدينا برامج الصورة عموما العسكرية والأمنية الصورة السياسية ليست واضحة البعض قال يجب أن نتواصل مع قيادات بلداننا من أجل أن نحصل على الموافقة لذلك لا زالت الفكرة قائمة باعتبارها ترحت من قبل السيد رئيس الوزراء وترجمت من خلال وزارة الخارجية العراقية قام السيد فؤاد حسين بجولات مكوكية على رؤساء الوفود بعض الوفود العربية والإسلامية وإذا ما ارتأت البلدان العربية والإسلامية أن الوقت مناسب اليوم غدا بعد غد بعقد قمة عربية أو عربية إسلامية في بغداد فالعراق مستعد في أن يستضيف هذه القمة نعم سيدة باسم نستثمر وجودك أيضا للحديث عن إنهاء مهم التحالف الدولي في العراق وما التفصيلات الدقيقة المتبقية من أجل إكمال الاتفاق بكل تأكيد الحدث المؤلم لشهادة سماحة السيد الراحل حسن نصر الله رحمة الله عليه قد ألقى بظلاله على عموم المنطقة ووسائل الإعلام والتعاطي لكن كان هناك رغبة كبيرة من قبل الحكومة العراقية من قبل السيد رئيس الوزراء ولو أن الحدث كان مفاجئ يعني في أن يكون هناك إعلان أو بيان مشترك لإنحاء مهمة التحالف الدولي في العراق ما بعد رجوع الوفد العراقي من نيويورك وهذا ما حصل القضية طبعا لم تكن سهلة فأنت تتعامل مع بلدان كبيرة يعني الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا إسبانيا هذا كما تعلم يعني لا أريد أن أطيل سبقته مفاوضات من خلال اللجنة الأمنية العسكرية توصلنا إلى نتائج كبيرة جدا أعلننا تقريبا قبل في بداية الشهر التاسع فقط تأجيل الإعلان بسبب التطورات الأخيرة التي حصلت في المنطقة وأجل إلى نهاية الشهر كان هناك رغبة مثلا أن نؤجل أكثر أيضا استجابة للأحداث المهمة لكن القناعة السياسية والتقديرات السياسية على أنه يجب أن نعلن باعتبار أنه لا يوجد هناك أمد أو مدى منظور لاستقرار الوضع في المنطقة أنا أعتقد هو إنجاز عراقي كبير جدا وإنجاز كبير حققه السيد رئيس الوزراء والحكومة العراقية نحن عدنا خلال سنتين خلال السنة الأولى من سبتمبر الحالي 25 إلى سبتمبر أيلول القادم 25 إن شاء الله المفروض تنسحب كل قوات التحالف الدولي من قاعدة عين الأسد الأولى وتسلم إلى الجانب العراقي ثم من أيلول سبتمبر 25 إلى 2026 تنسحب كل قوات التحالف الدولي أيضا من إقليم كردستان سواء من القاعدة في مطار أربيل طبعا مع أنه السنة الأولى مخصصة للعراق السنة الثالثة أيضا يعني هناك التحالف الدولي اسمه العريض التحالف الدولي لهزيمة داعش في العراق وفي سوريا وبالتالي هناك أيضا مراكز وهناك عمليات مشتركة ما بعد 2025 إلى 26 سيكون مخصص لفك الارتباط أيضا للعمليات في داخل سوريا سيد باسم يتضمن الاتفاق أيضا التحول في العلاقة مع دول التحالف إلى مجالات متعددة أخرى أيضا ليس فقط الجانب الأمني هنا نسأل هل التحول إلى هذه العلاقات الأخرى مرتبط بإنهاء مهام التحالف الدولي أم أنها بدأت فعليا هذا بكل تأكيد المفروض بدأت ويعني لعلة زيارة الأخيرة للسيد رئيس الوزراء إلى واشنطن اللجانة التي عقدت اللجنة العراقية المشتركة التي عقدت لقاءها برئاسة السيد نائب رئيس الوزراء محمد تميمو ووزير الخارجية الأمريكي بلينكين ابتدأ تفعيل العقود في ملف الطاقة من الممكن أن نبتد إن شاء الله سنة القادمة بتنفيذ التعاون التعليمي بإرسال بعدة آلاف من الطلباء العراقيين وفقا لاحتياجات الحكومة العراقية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على الماجستير والدكتوراء في اختصاصات نادرة ومهمة جدا لصالح العراق وأيضا بقية البنود إن شاء الله ستفعل بالنهاية ملف محمد قوات التحالف الدولي الذي يستمر على مدى سنتين سيأخذ مساراته لكن أيضا محمد العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية أن تتنتقل من صفحة إلى صفحة التنسيق الأمني التنسيق الاستخباري ماذا لو حصلت الآن مثلا لدينا إحنا مع الأحداث الأخيرة في لبنان مع شهادة سماحة السيد رحمه الله من الممكن أن تكون هناك أحداث مهمة في سوريا مثلا فبالتالي التعاون الأمني المطلوب بين الجانب العراقي والجانب القوات الدولي قيادة قوات التحالف الدولي في العراق تفعيل اتفاقية الإطار الستراتيجي مهم جدا وكما تعلمون أيضا كانت زيارة السيد رئيس الوزراء إلى بريطانيا التي أجلت من المفروض أن يوقع فيها السيد رئيس الوزراء مجموعة من الاتفاقات التعاونية الأمنية المهمة أيضا مع المملكة المتحدة كجزء أيضا من إنهاء محمد التحالف الدولي ونقل العلاقات العراقية البريطانية إلى علاقات ثنائية متبادلة اشتركوا في القناة